المصنين لدولة بتحارب هنت بتقول انها دولة مؤسسات مش دولة افراد دولة مؤسسة واحدة دولة مؤسسة واحدة تدار بشكل جيد جدا بمنتهى الانضباط فيها 95 مليون عضو في الحزب في الحزب فايزا الانضباط اللي موجود ده العصر الانترنت ميقدرش يداري عندنا حاجات كتير فلو في حاجة مغيرة كنا شفناها وبالتالي ما يصرب من الصين ان واحد علق يفطة وبيعارض ان مش عارف فيه يفطة ظهرت واختفت ده ملياره 400 مليون برضو لما يعرضوا وملياره 400 مليون با فيهم 300 مليون بيعرضوا دي حاجة طبيعية جدا يعني لو واحد المياه قطعت عنده فنزل عمل شاك وافع طبيعي يعني ان يبقى فيه معارضة لا بس وطبيعي ده فيه قمع مرضو في الصين اللي هو مفيش حرية نقد ومعارضة للقيادة السياسية ولا للأفكار المطروحة نيجي هنا بقى بشكل صيني اللي فكرة العيادولزية الصينية اه اهتمامات المواطن الصيني ايه مفيش فيها السياسة مفيش فيها دين اهتمامات المواطن الصيني ما ده جمرا برضو مش اختيارة طول عمرهم بص حرك الصين كانت دولة اقطاعية زي ما حرك عارف خمس أسر حاكمة كانت هي المسيطرة أقدمهم هاتهان اللي هم من الخان اللي هم موجودين صينيين دلوقتي بعدهم جه صنق قبائل من جنبهم بعدهم جم يوان اللي هم المغول حاكموا فترة طويلة كان الصينيين الأصليين اللي هم بقولوا عليهم الخان بقى طريق الحرير البحري وحاجات كده اخر اسر حاكمة اللي حصل فيها حرب الافيون كانت التشين اللي هم من شعب المانشو اللي موجود دلوقتي على حدود روسيا وبعدين اسقطوهم من 1911 إلى 1949 عملوا حاجة اسمها الجمهورية الصينية الديمقراطية الاولى فلقوا الغرب جاي يتحكم فيهم فكرهوا الرأس مالية بسبب تحكمات الغرب بعد كده هم اختاروا بنفسهم فكرة الشيوعية موض دون ده كان شغال ايه امين مكتبة فبيقرأ فمن كتر الاراية شاف حاجات واحد ياباني مترجمها لأفكار ماركس فعجبته فبدأ يقرأ عن السكرت الشيوعية السوفيتية فبدأ يطبقها جاء وهو ستة صحابه راحوا مدينة اسمها ليان اللي هما كانوا بيزوروها النهاردة شي والسبعة والستة اللي معاه واسسوا فيها الحزب بعد كده هربوا علشان له هاي فالتطور الطبيعي ده ما ظهرتش فيه معارضات للحزب لان الصيني بينه وبين الحكومة عقد غير ما اعلن ان انا عايز عايز كويس وانت اعمل اللي تعمل يعني بيش صفقة للحاكمة في العالم انما مثلا من معاييرهم هما ان الشرطة في الصين ما بتسلش سلاح الصين في الشرطة لا غير مسلاح انا مش بدافع ان الصين ما فيهاش قامع انا ببين الحركة وجهة النظر الصينية في الامر ليه لان فكرة افكار كومفسيوس الحاكمة في الصين قائمة على شبه عبادة الحاكم فكرة وليه الامر الكومفسيوسية قائمة على الصغير يحترم الكبير الابن يحترم ابو وامه الشعب يحترم الحاكم لانه يمثل السماء ودي موجودة ده ميل اول الحزب الشوعي يمثل السماء طبعا الحزب الشوعي عند عندي خمسين في المائة من الشعب الصيني يمثل اي دين في العالم اه يعني يصل الموضوع الى ديانة ده لما حدك تروح مدان السلام السماوي ديانة منه وتشوف التوابير كل يوم عشان الناس تدخل تبص على جثمان موضتهم اه وكل يوم يدخل بعد كل اللي عمله ده طيب خليلي اسألك اخيرا بقى على القمة الصينية العربية المزمعة ده في الرياض قريبا لاي حد انت بتعتقد انه اجندتها يكون اجندة مزعجة للغرب ومزعجة للامريكان بشكل خاص بتوطط علاقات وتوطيط علاقات صينية عربية خصوصا ان ده بيتم في العاصمة السعودية ايه اللي علاقتها بالحزب الحاكم في امريكا دلوقتي والإدارة الامريكية ليست علاقة طيبة او سعيدة يعني اه بصحك التوجهات الخارجية الصينية في الفترة اللي جاية هي انها تروح تحاصر اماكن التوجود الامريكي فموجودة في الحديقة الخلفية للامريكا في امريكا الجنوبية بشكل رهيب فانزويلا وبلوفيا وكلومبيا والدول اللي جنبها الخطة اللي جاية هي الشرق الاوسط طيب الشرق الاوسط في اكتر حاجة الصين محتاجها في العالم وهو البترول فكرة السيطرة على الشرق الاوسط بتعادل السيطرة على العالم ايدولوجيا او فكريا او كما يقال البترول ترجمة نانسي قنقر